السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم في قناتي في هذا الفيديو تعبير عن وصف منزلي للصف الابتدائي يعني سنة الرابعة او سنة الخامسة ابتدائي. اتمنى ان يفيدكم كثيرا تلميذي الاعزاء. اذا اقرأ التعبير او الوضعية المقدمة اعيش في منزل قديم مع والداي وجدة العزيزة. العرض يقع منزلي في وسط المدينة وهو منزل ارضي قديم ولكنه كبير ومريح موجود في شارع مغلق هادي جدا وقريب من المسجد. جدران منزلي من الخارج رمادية وبابه معدني. وهناك مدخل كبير للسيارة. اما من الداخل بيه ثلاث غرف للنوم وغرفة الاستقبال. الاستقبال ضيوفيان. وكذلك يوجد لدينا حمام متوسط ومطبخ واسع. وحديقة صغيرة محيطة بالغرف وبئر صغير تقدر زيد بئر صغير على يسار باب المدخل. وعلى يمينه توجد شجرة التين. غرفتي دائما نظيفة بها مكتب صغير وسرير وحزانة. وانا دائما في غرفتي. استمع الى الموسيقى او اقرأ قصة. ذلك هو منزلي. فما اجمله من منزل. وانا احبه كثيرا. اذا اعجبكم الهيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وهذا فضلا وليس امرا. وفي الاخير اقول لكم. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.